يا جماعة في ناس عم تقول الزلزال ليش اجعل المسلم ما اجعل غير المسلم يا اخي المسلم قد يكون ان الله اراد بهذا المسلم ان يموت بالزلزال لحتى يكون شهيد لان النبي قال وصاحب الهدم شهيد قد يكون ان الله اراد تكفير خطايا هذا المسلم لان النبي قال عن المؤمن حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه قد يكون ان الله اراد بالمسلمين ان يرجعوا لربهم ويتعضوا ويشوفوا قديش اني ضعاف ويحبوا بعض وغير المسلم ما عم يجي شيء قد يكون استدراجا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون الله قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون الله يعلم ونحن لا نعلم لا اعتراض يا رب حكمة أرادها الله مو معنى إذا أصاب المسلم ضر أنه اللهم ما بيحبوا لا والله يعقوب عليه السلام أصابوا الحزن لدرجة أن الله قال وبيضت عيناه من الحزن أيوب أصاب المرض 18 سنة سيد الخلق وحبيب الحق محمد مات كل أولاده إلا فاطمة فبدها صبر حتى ناخد الأجر وينطبق علينا قول الله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فيارب اجعلنا من الصابرين أنا وكل واحد يقول آمين